موسيقى الثالثة تماما اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام الى موجز لاهم الانباء فردت سلطاته في قليم كردستان العراق حظر تجول في محافظة السليمانية ومدينة حلبشة ومنطقتين رابرين وكراميان لاحتواء اعمال العنف عقب مقتل اربعة متظاهرين وجرح ثمانية اخرين خلال الاحتجاجات بسبب عدم دفع الرواتب واوضحت لجنة الامنية العليا ان الحظر يسري في منتصف الليل ثلاثاء وحتى منتصف ليل الاربعاء اليوم ادنت الامم المتحدة اعمال العنف التي صاحبت تظاهرات في محافظة السليمانية ودعت سلطات اقليم كردستان العراق الى ضرورة حماية الحق في الاحتجاج السلمي وحماية حرية التعبير والسماح لوسائل الاعلام بنقل الاخبار دون ترهيب او ضغط واكدت ضرورة بدء التحقيقات على الفور لتحديد مرتكبي اعمال العنف ومحاسبتهم بشكل كامل كما اعربت عن تعازيها الحارة لأسر الشهداء وشفاء العاجل للمصابين نفت خلية الاعلام الامني هروب موقوفين من احد السجون في اقليم كردستان العراق على خلفية تناقل صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصاحب بتعليق لكن انها حالة هروب موقوفين من احد السجون في الاقليم ودعت الى توخي الحذر الشديد من نقل الشائعات والاخبار المفبركة التي تقف خلفها جهات تريد ارباك الرأي العام وزعزعة الثقة بالمنظومة الامنية وان يتم اعتماد المصادر الرسمية المخولة بالتصريح عن الاخبار الامنية استعد العراق لتوقيع صفقة نفطية بمليارات الدولارات مع شركة تشينخوا اويل الحكومية الصينية وستحصل بمقتضاها بغداد على اموال نقدية مقابل امدادات نفطية طويلة الاجل ونقلت وسائل اعلام عن مصادر مطلعة ان شركة تشينخوا اويل لتجارة النفط قدمت العرض الاكثر تنفسية في عطاء لشركة تسويق النفط العراقية سومو اجتذب مشاركين من شركات نفطية عالمية ودور تجارة وشركات تكرير صينية وهندية اكد عضو اللجنة المالية نيابية فيصل العساوي ان رواتب الموظفين خلال العام المقبل مؤمنة واضف ان عشرات تريليونات مفقودة في وزارة المالية لعدم وجود من يواجهها بالاتجاه الصحيح سبب عدم تقديم الوزارة اي انجاز هو ان المدير العام يقوم بجميع الواجبات بدل الوزير الذي من المفترض ان يعطي القرار النهائي كما ذكر ان اكثر من ثلاثة مليون او من ثلاثة ملايين دولار يفقدها العراق سنويا بسبب التأمين لعدم وجود اي الزام على الشركات والنشاطات التجارية من اجل التأمين اكد رئيس لجنة التربية نيابية قصية الياسر تضمين تخصيصات مالية للمحاضرين والعقود والاجراء في الموازنة 2021 مرجح ان احالة الموازنة الى البرلمان الاسبوع المقبل وقال ان تخصيصات تقدر بتريليون وثلاثمائة مليار دينار واكيدا ان مجلس الوزراء سيصوت على الموازنة ويحيلها الى البرلمان الاسبوع المقبل افدى مصدر الامني بوقوع انفجارين في بئري نفط غربية محافظة كاركوك وقال ان عناصر داعش استهدفوا بئري نفط في حقل خباز بيعبوتين ناسفتين ما ادى الى اشتعالها واضاف ان فرق الاطفاء تعمل على اخماد النار مشيرا الى ان السنة اللهب ما زالت تصاعد بسبب احتواء النفط على نسبة كبيرة من الغاز واكدان الانفجار لم يصفر على اية خسائر بشرية اكد سفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز في تغريدة ان تركيا عازمة على مكافحة الارهاب وقال اثناء زيارتي لرئيس جمهورية العراق برهم صالح بينتوا بان بلدنا يرغب بالتحرك سوية مع العراق في هذا المجال واضاف يلدز يجب ان نقضي سوية على بلاء الارهاب الذي يؤثر سلبا على وضع البلدين عبر اهل الموصل عن استياءهم من استمرار دمار المستشفيات وازدياد اعداد المصابين بفيروس كورونا حيث انتقد المواطنون غياب الجهود الحكومية عن اعمار المستشفيات وعدم تجهيزها بالادوية والاجهزة الطبية اللازمة في الوقت الذي تعاني فيه الموصل من ترد الواقع الصحي متسائلين عن مصير الاموال التي تلقتها المحافظة طوال الفترة السابقة للارتقاء بالواقع الصحي مطالبين الجهات المعنية بضرورة الاسراع باعمار المستشفيات وتجهيزها بما يساهم في تحسين الواقع الصحي وتخفيف من معاناة الاهالي والمرضى اكد عدد من التجار واصحاب المحلات في سوق البورصة بالموصل القديمة اكد ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية خاصة الدهن والزيوت الوطنية والمستوردة عزينا سبب ارتفاع اسعار هذه المنتجات الى ارتفاع كلفة الانتاج وارتفاع سعر تداول الدولار وزيادة الطلب مقارنة بالعرض اعلنت شركة ماء نينوان قطاع شبه تام لطاقة الكهربائية في الجانب الايسر لمدينة الموصل من المصدر الرئيسي في بغداد مما ادى الى اطفاء اغلب مشاريع ماء الجانب الايسر وقالت انه سيتم تشغيل فور اعادة التيار الكهربائي اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان عودة الولايات المتحدة الامريكية للاتفاق النووي ليست بحاجة الى وقت ومفاوضات وانما بحاجة فقط الى توقيع من الرئيس الجديد جو بايدن وانقلت وكالة فارس الايرانية تأكيد روحاني انه اذا ما عادت الاطراف الاخرى للاتفاق النووي فان ايران ستعود ايضا لجميع التزاماتها مؤكدا انه بالامكان ازالة اي اجهزة طرد مركزي تم وضعها حديثا في المنشآت النووية اذا التزمت الاطراف الاخرى بتعهداتها اعلن الجيش الليبي التزام قواته بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي رغم اختراقها من قوات خليفة حفتر جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها المتحدث باسم الجيش الليبي محمد جنونو وقال فيها كل من اجرم بحق الليبيين مكانه قاعات المحاكم لقاعات الحوار والتفاوض مضيفا قواتنا ملتزمة بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي لكن حفتر حاول اكثر من ثمان مرات اختراقها في محور سرت وتابع جنونو نؤكد على رفضنا لاي حل يحمل بين سطوره وجود اي اثر لحفتر ونحن متوافقون ومتمسكون بما اعلنه وزير الدفاع صلاح النمروش باستبعاد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية من اي مناصب اعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن اذانته الشديدة للعبارات العنصرية التي تعرض لها مساعد مدرب فريق بلاده باشاك شهير الكاميروني بيوويبو من الحكم الروماني قال اردوغان ادينوا بشدة العبارات العنصرية التي تعرض لها عضو الجهاز التدريبي لفريقنا باشاك شهير واؤمنوا ان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم سيتخذ الخطوات اللازمة مؤكدا وقوف تركيا في مواجهة كافة اشكال العنصرية والتمييز في الرياضة وفي جميع مجالات الحياة دون قيد او شرط ختام المجز مشاهدين الكرام شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة